تالت حاجة و تالت موضوع انا قلت ابدأ بيهم بقى الانترو عشان ايه؟ تبقوا عارفين كل حاجة موضوع شيكبالا اللي احنا كنا عاملين نتساءل فيه الفترة اللي فاد شيكبالا هيلعب امتى؟ شيكبالا هيرجع امتى؟ اخر حاجة كان شيكبالا مفروض 8 شهور وبعدين اتخفضت 8 ماتشاط احنا دلوقتي بكرة او يوم الجمعة ازا مالك هيلعب المباراة الرابعة في بطولة الدوري يبقى ناقص كان ماتش 4 ماتشاط تانين جات لي معلومة ان من حوالي شهر من حوالي شهر طبعا كان فيه قرار مركز التسوية والتحكيم اللي لغت العقوبتين على شيكبالا بس ايه؟ ما تمش الاخذ بالقرارات دي اللي هي الغاء او انهاء الغاء العقوبة على شيكبالا القرار اللي خده مركز التسوية والتحكيم جات لي معلومة ومعلومة مؤكدة ان حصل جلسة ما بين شيكبالا والمهندس هانيا بوريدا ورئيس اتحاد الكورة يعني فترة من حوالي شهر وانه امه اتفقوا على ان شيكبالا العقوبة بتاعته تخلص بعد رابع مباراة يبقى العقوبة بتاعته اربع ماتشاط فقط الزمالك هي لعب مع الاسماعيلي يوم الجمعة بعد بكرة ودي حتكون المباراة الرابعة للزمالك والمباراة الرابعة اللي بيجيب عنها شيكبال هل؟ انا بتساءل انا يعني فيش حاجة طلعت لسه ولا من اتحاد الكورة ولا من ربطة الاندية المحترفة بكسوش شيكبالا هل شيكبالا يلعب؟ من الاسبوع الخامس الزمالك عنده يوم الاتنين اللي جاي البنك الاهلي هل شيكبالا بدايته تكون في برطة البنك الاهلي؟ هنشوف انا بس بقول لكم المعلومات حوالين شيكبالا واللي بيحصل عشان تبقوا برضه عارفين الايه اللي بيحصل دي حاجات كان اجتماع سري كده حصل ما بين المهندس هانيا بوريدا وشيكبالا ورئيس اتحاد الكورة الحالي واتفقوا يعني اتقلل ان عقوبة شيكبالا هتبقى اربع مطشاط فقط خلينا نشوف قادينا قادينا بنتفرج ولسه ما حصلش اي جديد في موضوع شيكبالا اشتركوا في القناة